الروابط التساهمية فقط الغازات النبيلة هي التي تتواجد ذراتها في حالة مفردة نتيجة اكتمال مستوى الالكترونات الأخير أما باقي عناصر الجدول الدوري فالمدار الأخير يكون ممتلئ جزئيا بالالكترونات في حال تفاعل الذرات المختلفة مثل ذرة فلز مع ذرة لا فلز يحدث انتقال الالكترون من ذرة الفلز إلى ذرة لا فلز في انتقال تام للالكترون وبذلك تتكون الرابطة الأيونية ولكن في حال ارتباط ذرتين متشابهتين فإن الرابطة هنا تحدث نتيجة مشاركة كل ذرة بالالكترون من الالكترونات الرابطة ولذلك تسمى الرابطة بالرابطة التساهمية من الممكن أن تتكون أكثر من رابطة تساهمية بين الذرات بعضها وبعض مثلا جزئ الأكسوجين يتكون من ذراتي أكسوجين ترتبطان معا برابطتين تساهميتين وجزئ النيتروجين يتكون من ذراتي النيتروجين ترتبطان معا بثلاثة روابط تساهمية تساهمية